أكدت مصر على لسان وزير الخارجية سمح شكري بأن الأزمات الدولية الراهنة تتطلب حوارا شاملا بين الدول النامية بشأن سبل تعزيز السلم والرخاء منوها بما يواجه النظام الاقتصادي العالمي من أزمات وخلال كلمته بصورة افتراضية في اجتماع أصدقاء تجمع بريكس شدد شكري على أهمية تنويع الفرص الاقتصادية والشركاء التجاريين ومصادر التمويل وتناول شكري الفجوة التمويلية الراهنة على مستوى العالم التي تتطلب الانخراط في مناقشات حول إصلاح المؤسسات التنموية بالإضافة إلى إنشاء آليات تمويلية جديدة مشيرا إلى أن انضمام مصر إلى بنك التنمية التابع للتجمع بريكس عام 2021 والبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية عام 2016 يبرهن على دعم مصر لجهود البنكين في تعزيز تواجدهما في الدول النامية خاصة في إفريقيا شكرا شكرا